إزاي شفت أداء نادي الأهلي مبارح؟ حياة الأهلي لعب نظرية النهايات تكسب ولا تلعب يعني الحياة مارس الكولر دايماً بيكون عارف من أين تؤكل الكتف زي ما بنقول هدف مبكر أربك حسابات التراجي هدف سريع في أول 15 دقيقة استغل الأهلي من خلاله ضغط الجمهور تحفيز الجمهور العدد الكبير اللي كان يعني بيملأ أستاذ القاهرة زي ما بنقول وبعدها تراجع الأهلي دفاعياً وده مش عيب تراجع دفاعياً للحفاظ على الهدف حتى حصد البطولة أو اللقب زي ما بنقول حتى في تصريحات مارس الكولر بعد المباراة أكد أن دي كانت الاستراتيجية من بداية المباراة أو من قبل المباراة كانت تعليماته بتشير إلى هدف مبكر ثم الحفاظ على الهدف الضرورة كانت عدم استقبال هدف وده الهدف اللي تحقق في النهاية والحقيقة الأهلي كالعادة بطل أفريقيا بس أول ربع ساعة كان ممكن الأهلي يجيب هدف تاني بمنتهى الراحة ويحافظ برضو على شبه بالزبط يعني حقيقة كان فيه ضغط كبير من الأهلي قوة هجومية كبيرة مستغلاً إمام عشور مستغل بيرستا وحسين الشحات ولكن في النهاية دايماً النهائيات أو النهايات الأفريقية بالذات أو القرية لها حسابات خاصة دايماً المباراة دي بتبقى صعبة بتلعب أو بيبقى فيها ضغط ذهني كبير على اللاعبين فمش كل الأوقات يعني الفريق هيهاجم أو مش كل الأوقات الكورة هتبقى معاكي خاصة أن أنت بتلعبي فريق كبير زي الترجي متوج بالبطولة أربع مرات ففريق له اسم وله تاريخ وله جمهوره الكبير اللي شوفناه في استاد القاهرة برضو مبارح فالأهلي حقق الهدف المنشود بأبسط الطرق وبأسهل الطرق الحية